السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي عاملين ايه يا رب دايما انتكونوا بخير اهلا بكم وفيديو جديد من قناة شاترتم والبنات النهاردة وكل سنة هنبدأ بقى في تنظفات العيد تنظفات النهاردة هتكون عند ماما انا واختي ان نروح ننظف لاما تنظفات العيد فبدأنا كده اول حاجة نلم اي مفروشات طبعا الصالون بتاعك لو ليه كسوة ولا حاجة لازم تتغسل لو محتاجة غسيل بنبدأ نغسلهم كده هننقحهم في شوية مية واريال لو عندك برسل جيل بيبقى حلو جدا في غسيل المفروشات بعد كده بدأنا نحن نشيل الترابيزة والمي استجادة بتاعتنا استجادة نظيفة هنحن نطعها كده على الصور وهنتنس بقى المكان استجادة زي ما انت شايفين الغرفة نظيفة وزي الفل وبعد كده بدأنا نحن آآ نزعف استقف وكل اللي احنا بنعمله ده هنعمله في كل غرف يعني كل غرفة هنشيل بقى لو اي استجاد اي حاجة مفروش وهنبدأ بقى نعمل استقف والآآ ونعمل الشبابيك والبراءة وكده هنا كمان هنعمل الجزء ده طبعا كلنا بنظفين بقى شؤانا على على رمضان وعلى العيد السغير او العيد الفطر المبارك فالشقة في تنظفات العيد الكبير او العيد اللي هو العيد الاضحى ما بدأ خدش وقت خالص في التنظفات زي ما انت شايفين نظفنا كده ايه آآ يعني كل غرفة يعتبر اخدت معنا بالضبط ونس ساعة بالضبط والله العظيم طبعا بقى لاننا كنا بنعمل كل حتة في القوضة وبدأ انا بقى نعمل برضو البرق عود ننظفه شايفين بقى ننظيفه زي الفل آآ خدي قاعدة انا اتعلمتها من ماما مملكة كنات ماما مملكة آآ ان انت انت تنظفي من فوق لتحت ومن برا لجوه يعني ايه يعني تنظفي السقف وتنزلي باي حاجة وانت نازلة وتنظفي من الداخل مثلا ادلبة ادراج الحاجات ديت وبعد كده تطلعي تنظفي بره تمام دي الطريقة الصحيحة للتنظيف بعد كده بدأنا نعمل الشيش آآ اللي هو بتاع الشابيك بتاعتنا لو عندك شابيك الامونتال احنا انا مثلا عندي في الشقة بشير الشابيك الامونتال بخسلها بادخلها الحمام وبخسلها ويهي بسببت آآ تنشف وبعد كده بحطها تاني عم بخلص المكان الجزء اللي انا بنطفيه في الشقة آآ لو عندك بقى اللي هو الشابيك اللي هي الخشب اللي زي بتاع الفمو ديت نوعية القديمة دي في ساعتها ما بتاخدش برضو وقت بتبقى نضيفه وزي الفل شده بالشكل دي وطبعا تيتامل كل التفاصيل ومندوه ومنبرة كمان يعني نشيش حتى منبرة اختي آآ ما سابتش حتة في الشباك ألا ما نضفت آآ خلاص بقى بدأنا بقى بعد كده ننضف مكان بقى لو فيه تراب نزل من استقف او الحيطان بنبدأ ننضف كده بقطعة قماش بتبدأي تنضفي العفش اللي عندك وبعد كده بنبدأ بنبقى ننمعه وبعد ما من خلص خلص بننمعه من لما بقى كده لو انت مسلا حابة انك طلعت هويهم كتمام طلعهم في الهواء بنضفه كل ده ومطلعه بره بس احنا المرات يا دوب شلناه بحيس ان لو فيه آآ فتا فيه مكان اكل اي حاجة او مكان من الولاد بلعبه كده فشايفين اهو آآ بنبدأ كده ايه آآ ننضفه بالفرشة ما بياخدش وقت خالص آآ طبعا انتوا عارفين كل ده حال كل بيوت اللي فقى اطفال زي ما شايفين بفرشة كده بنبتع تنظيف اللي احنا عملنا مخاصصة لتنظيف الستاير وكمان الفرشات فما بتاخدش وقت زي ما شايفين وبقى تنظيفه وبزي الفل بنبدأ بقى نرجع كل حاجة مكانها اللي عملناها على الكنب ده هنعمله في الكراسي برضو آآ واي شيلة عندنا برجحها مكانها بتهيأ اللي مفيش اسهل من كده لو انت جتي بتنظفي وآآ آآ عملتي بس جدول كده قلتي انا مسلا هننظف القضاء دي في نصف ساعة القضاء دي في ساعة على حسب كمية العفش او كمية الحاجة الفشقة ما بتاخدش وقت معك خلاص شايفين برضو شايل تراب خف جدا غسلنا وبدأنا بقى نشيل اللي هو الجنب آآ كل جنب نشيل مسلا الكنبة او نشيل التراويزة والكراسي وندق ان احنا ايه ننظف مكانها ونرجع كل حاجة على طول المجرد ما بتنشف بنرجع وبنمسك الجزء اللي بعد كده وننظفه خلاص كده بنبدأ بقى نرجع زي ما انتوا شايفين ده عملنا كده في كل جنب من اجناب بتاعت الصالون تمام كده آآ بدأنا بقى نعمل اللي هو الجزء بتاع الوسطانية آآ احنا بنحب بنمسح بقطعة قماش بس عشان التصوير بنعمل كده بعد ما مسحنا بننشف بس معاكم بالشرشوب بس بالصراحة حلوة جدا وعملية وبتنجز معاكي خلاص كده احنا خلصنا غرفة الصالون آآ مش محتاجة اكتر من نحن نلمع بس الخشب بتاع المدهب ونفرش السجدة ونرجع كل حاجة ما كانها وبس ندخل بقى بعد كده على غرفة الاطفال آآ دي الغرفة بتاعت ماما غرفة بسيطة كده ومفيش فيها حاجات كتير آآ بس كانت مكركبة شوية بدأنا اول حاجة نشيل كده الفرش بتاع السراير آآ وهنشغل على الغسالة على طول يعني اللي بنشيله بنخسله اول باول وطبع بننفض كده المراتب بتاعتنا كنا برضو مطلعينها في العيد استغير وطلعت في الشمس المتعوية وزي الفل فآآ مش هنطلحها العيد ده آآ لان ما كانش حد موجود بصراحة انه هو يشيل المراتب بيطلح عالنا في الشمس خلاص شلنا برضو كل حتى الكنبة البلد دي بتاعت ماما شلناها ونخسلها وطلعنا بقى الشيلة كلها والفرشات طلعناها في الشمس زي ما انتم شايفين وبدأنا بقى قلنا بقى نعمل بقى السقف وهنعمل البرائع كل اللي عملناها في الغرفة اللي فاتت هنعمل زي بالضبط بس كانت الغرفة ديات كانت محتاجة كان ولادنا اللي مش اخبط بالقلم اللي يعني الجدران كانت محتاجة ان يتتغسل فغسلناها كده غسلة على السريع آآ يدوب كده قطرة قماش في ها اريل ولو حاجة محتاجة سلكة بنستخدم سلكة فيش اي مشكلة طبعا بعد ما زعفتنا هننضفها وآآ وبرضو ما اخدتش وقت معنا خالص زي ما انتم شايفين الاجزاء دي اللي كنت بشكلوك عليها اللي كانت محتاجة تنظيفات وبرضو فوق البرقع آآ ماما آآ عاملة استاتات دي من فترة قليبة بقى لها تلاتة سين تقريبا اربع سين حاجة زي كده بس في صراحة زوقها حلوة انا بحب جدا السيتار ديت آآ حتى في تنظيف سهلة مش من نوع اللي هي فيها شغلة كتير ومتعبة في تنظيف لأ بالعكس سهلة جدا ومش بتشيل التراب زي زي السيتار مسلا اللي عندي انا في شقتي يعني بسيطة كده وهدية شايفين بسرعة جدا بتنظف آآ انا بقيت افصل الكاميرا بقى ساعة دختي وارجع تاني بس يعني على قد ما نقدر كنت بحاول اوضح لكم كل التفاصيل عشان تتفرج جده وتقوم تشجيع على طول برضو نفس النظام بدأنا ان احنا آآ ننضب برضو الشيشك بس كان الشباك ده ما كانش بتفتح كتير فكان عليه كمية تراب بصراحة آآ يعني كتير شوية خلاص كده وطبعا نازم تهتمي بكل تفاصيل عشان آآ يعني الشباك لو عليه اي تراب بيبقى باين جدا بصراحة بالذات في الالوان الفتحة اللي زي دي آآ بعد كده بقى خلاص احنا برضو غسلنا الحطان بس ما صورتاش بصراحة آآ بس شايفين الحطان بقى تنظيفه جدا ومفيش فيها اي حاجة وبقى زي الفل بعد كده بقى قلنا بقى نبدأ ونمسح فبدأنا ان احنا كده نضفنا البلاكونة كناسنا طبعا وكناسنا القوضة وبعد كده بالخرطوم غسلنا كده الشيش آآ والشيش بتاع امه قديم شوية بس يعني كتير خير وبقى له عمر آآ ونضفنا وغسلنا كويس جدا وبدأنا خلاص كده خلصنا وكمان استجادة بتاعت غرفة الصالون مشين عليها كده بشوية آآ مية وصابون سائل كده ونضفناها وبقت زي الفل اللي معانا برضو خلاص كده وبدأنا ان احنا آآ نمسح برضو احنا مسامها بس بنشف معاكم بس آآ لاخر خطوة بنشفها معاكم يعني عايزاكم كده تقوموا وتتحمسوا وتقوموا وتنضفوا تنضفات العيد اللي لسه منضفتش نجي بقى على غرفة كبيرة بتاعت ماما آآ دي شكلها غرفة يعني قديمة شوية بس بجد حلوة وعملية قوي 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 دي القوضة اللي احنا تربنا عليها آآ شايفين نستبقى مكاني اليدين كده فيه وصمات كل ده هيتنمسح وهيتلمع وهيبقى زي الفل بازن الله والبركة طبعا في امولة شلنا ستاء السجاد حطنا في البلاقونة عشان اختصر لكم الفيديو وبرضو آآ عملنا كده بالزعافة زي من شايفين شايفين والله يعني لا تراب لا يزكر خالص بس طبعا احنا بنوع لما بنجي ننضف حاجة لازم ننضفها بزمة وضمير قوموا يلا تشجعوا لسه منضفتش تنضفات العيد قومي وانجيزي كده وخلص الوراكي اعملي جدول بسيط آآ تقولي انا مسلا انا هعمل آآ كل غرفة لا الغرفة دي تحتاج نص ساعة الغرفة دي تحتاج ساعة اكتر قال المهم انك حديد وقت ومش مشكلة لو انت عملتي آآ فاصل بين كل آآ بين كل غرفة وغرفة استريحت مثلا نص ساعة مش اي مشكلة بس المهم انت انجيزي وتبقى عارفة نفسك انك تقدر تلتزمي بالجدول آآ خلاص كده دخلنا على استالة عملنا غرفة النوم الكبيرة ودخلنا على استالة احنا طبعا آآ ماما عندها كسوة تانية للفرش ده فغيرناها وشينا استجادة غسلناها بالخرطوم قاوت وبقت معانا زي الفلت دي سجاتة استالة آآ احنا ماما بعد ما خلصنا فرشنا لها واحدة قديمة كانت عندها ودية اللي هتتفرش في العيد عما تنشف آآ خلاص كده آآ برضو نضفنا الحيطان وانشيل الكسوة دي وهنحط التانية هنغيرها هتشوفوها معاي في الفيديو الجاي بامر الله وبرضو انيش شيلنا كل الحاجات اللي كانت فيه وبرضو هتتغسل آآ ما حباش نطول عليكم الفيديو ده حبيت اختصره اتمنى تعملوا لايك الفيديو وتنتظر الفيديو الجاي ان شاء الله هنزلوا بعد دعا